إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله جل في علاه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب أيها المسلمون يقترب منا موعد فريضة الله التي افترضها علينا سبحانه وتعالى وحث عليها في كتابه كما حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وندب إليها هذه الفريضة هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام التي هي ركن من الأركان التي قام عليها بناء الإسلام العظيم وركيزة من الركائز المهمة لهذا الدين الحنيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهو حديث متفق بين البخاري ومسلم الحج إلى بيت الله الحرام وأداء مناسكه المعروفة أمر فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وشريعة قديمة من شعائل الله كان ابتداء أمر الحج في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام فهو الذي بنى البيت وأمره الله سبحانه وتعالى بدعوة الناس إلى الحج قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق شكرا للمسلمين والمسلمين الله سبحانه وتعالى قال فيه سوء عبريب في سورة 197 سورة 191 لذلك السادسة لتأتي już أو أحسنت في منتظورة انا سوارة إذا كنت ألقاً أبنى خلال إلي العنوات خلال إلي العنوات خلال إلي العنوات خلال إلي العنوات وفّلال إلي العنوات وفّال أيضاً الله أعلم وخلف، كلهاً وأحوالي أفضل وفهم أم Sangوان لعنوات والعنوات وهو موسيقى أحوالي، أيضًا وإلماء المترجم للقناة 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 بل سارة وذلك استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام الأخر الذي قال فيه ربي جعل هذا بلدن آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمنا منهم بالله واليوم الأخير ومن ثم هذه التجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام الذي يقالل في كل جنبه من الغضورة هذا المنزل هذا المنزل من خلالها هذا المنزل من الدرس لن يكون مرحبا إسرعنARYها المترجم للصدرات إلى الهدرسية قسوة على اليوم لم تترجم الهدرسية قبل أن تقول هالكتوية الهبراهيم بقبنية بعد بذلك وي وأكدا سبعت للمبقذ إبراحيم عليه السلام عندما إلا سميه وعندما إسماهيل في هذا المطابق أنه لم يكن أمور لم يكن أمور إنه نموكي الله سبحانه وتعالى بقول الله لقد أتبع بعضي مدداني بحديث في نهاية للادنا بلد من المنزل في تلك المنزل او الله لك ينقلوا الى صلات فهي نحن لك أن يسألت الناس من أحدهم ونحن لديهم بشكله سيكونون فهم سيكونون فهم سيكونون فهم وفهم وفهم إبراهيم، 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 أمكة، أصبحت أمكة أمكة المنزل التي تنظر في العالم في المنزل المدينة في المحلقة و المحلقة. الله سبحانه وتعالى فهو يقوم بإمكانك أن هذا إبراهيم arrive à l'ensemble de l'humanité Lamec est donc un lieu de rassemblement un lieu de pèlerinage des plus gigantesques à notre époque et il contient ou il sont contenus dans cette ville Lamec énormément de richesses et énormément de bénédictions et ceci aussi est un exaucement d'une autre des invocations d'Ibrahim a.s lorsqu'il a invocé Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes selon le sens Oh Allah, fais de cette cité un lieu de sécurité et accorde-y des fruits à ceux parmi ces habitants qui ont cru en Allah et au jour dernier A.M.A. A.M.A. فإنه فرض كما هو مقرر في كتب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بيّنه فقهاء الأمة فالحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع واجب وأكثر العلماء على أن الحج واجب على الفور أي متى توفرت شروطه والقدرة عليه واجب على المسلم أداؤه مرة في العمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض لكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا أي حتى سأل ذلك الصحابي هذا السؤال ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم رواه مسلم فلينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاء أهو لديه الكفاية والاستطاعة أن يفرط في هذا الأمر أو يؤجله بدون سبب وجيه فإنه لا يأمن على نفسه غضب الله سبحانه وتعالى القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهذا تأكيد واضح على فريضة الحج ووعيد شديد على المتهاون فيه كما أن الإنسان أيها المسلمون لا يدري من من مستقبل أيامه شيئا ولا يعلم ما يجد عليه من أمر الله وقضائه ولا يضمن لنفسه في مستقبل الأيام لا أجلا ولا صحة ولا رزقا فكيف يؤخر هذه الفريضة بعد أن وجبت عليه وقدر عليها إلى وقت لا يعلم ما يقضي الله فيه لهذا فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج بتعجيل حج الفريضة وعدم التسويف فيه يقولوا عليه الصلاة والسلام تعجيلوا إلى الحج أي أسرعوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يُعرضوا له أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه تướگنا التسوير المبارل في الارضة كم نبت دائماً وقالة وقالة في الله وفي الالتسانة المتحدد صلى الله عليه وسلم وقالة 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 الوصول من هذه المنظمة وقالة لذلك المسلم البحر والذي وقالة ويتهابي لجمعي والتي أحاول العملية وتنصر، الي من العديد من مدفع كما يجوى أن في مدفع في هذه الحالة في مدفع الأبنية، بأن عندما يتتم من الوضع الاخطر، يجب أن تزد هذه الحالة، يجب أن تتتوقع الاخطر، يكن من بميزة الحالة، حتى كل أحاول الاخطر، ومن ثم بعد في المترجم الى ابو غرير رضي الله عنه يقول الى الروفت صلى الله عليه وسلم وقال وقال اهتموا الناس الله لقد تحبتك اهتموا لك وقال لك وقال لك اجمله وقال لك وقال لنا وقال لنا لن نجد كل عام وقال لك وقال لك وقال لك إجلس بجميل Leaving الروفت صلى الله عليه وسلم وقال لك شيعة بإمكانت 我 قل لك وقال لتحدث ترجمة نانسي قنقر 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 de nous empresser d'accomplir le pèlerinage et il a dit comme cela est rapporté sur l'Abdullahi ibn Abbas empressez-vous vers le pèlerinage car chacun d'entre vous ne sait pas ce qui l'attend اقول قولي هذا وستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون على من يريد الحج أمور لابد أن يراعيها وأن يحرص عليها إذا أراد أن يكون حجه حجا مبرورا وسعيه مشكورا من هذه الأمور أن قاصد الحج يجب عليه أن يتخذ نفقة من حلال فلينبغي أن يكون المال الذي يحج به الحاج مالا حراما أصله سحت فالنفقة الحلال شرط للحج المبرور يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا كما ينبغي للحج أن يكون عمله وعبادته خالصة لوجه الله ليس من ورائها لا رياء ولا سمعة بل لا ينبغ بل لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصَا وَبْتُورِيَ بِهِ وَجْرُ تعالى لمن يريدون أن يريدون أن يريدون أن هناك بعض الأشياء يجب أن يكون في العمل ويجب أن يكون في أيضًا يجب أن ينبغل أجراء لذلك أن يكون الوزناء ويجب أن يكون أعجبًا ولنستخدم أولا أمامه لذلك بلوء الذي أريد أن يفعل المنزل الوزناء سيكون لديهم ليسوا